قطاع اللحوم الحمراء في المغرب يتطلع إلى معالجة ومراقبة دقيقة وضعية مزرية تعيشها المجازر الوطنية حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات التقرير خالص إلى أن أكثر من 45% من إجمالي الإنتاج يصدر من خارج منظومة المجازر وغير خاضع للمراقبة أعتقد أن الوضعية الحالية للمجازر في المغرب هي وضعية حق مزرية إذن لا يوجد تدبيرها من طرف المسؤولين الجماعات المحلية ولكذلك فيما يخص الخدمات التي تقدمها للجماعات للمنظومة المجازر ستتعود من الجديد وتمنت أنه وزار الداخلي اللي عندها واحد الوصاية معناوية على الجماعات المحلية أنه تخش واحد خيط الطريق لإعادة النظر في كل مياه ومجازر جل المجازر معدى الخمس المجازر المعتمدة كلها يجب الإغلق ديالها لماذا؟ بأنها كلها مجازر بنيت في عهد الاستعمار ولا تتوفر على شروط الأدنى لحماية المستهلك في مخص هذه المادة الضرورية والحيوية في الاقتصاد الوطني وكذلك للمستهلك المغربي انتقلنا إلى مجزرة الدار البيضاء لمعاينة وضعية المكان المجزرة تحصل على الاعتماد من طرف المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتحترم المعايير المتعرف عليها إضافة إلى أنها تخضع لمسترة التتبع والمراقبة الصحية مدام المزارة الدار البيضاء أصبحت مؤهلة وعندها مهمة فيمكن لها جميع المجازر الصغار لساتيليت دائرة بالدار البيضاء يمكن لها الدبائح ديالهم يبدأوا يتوجه لهذه المزارة ويتم توزيع اللحوم عن طريق شاحنات المخصصة التي توفرت في هذه الشروط الصحية للتبريد حالياً نشتغل في شخص وزارة الفلاح اللي حالياً كنا واحد دراسة من أزل تشخيص الوضعية الحالية لجميع المجازر اللي كنا على الساعة الوطني باش نشوفوا شنا هما المجازر اللي ما ما كيستجبوش نهائياً للشروط وغدين نخضو قرارات باش يمكننا يمكننا ما يتغلقوه وشنا هما المجازر اللي ما هما فيهم واحد كيستجبوا الوعد الشروط الأدنى اللي كيمكننا أننا نصلحوهم وأننا أهلهم يجبوحوا كيستجبوه سنة 2016 حوالي 550 ألف طن إلا أن الكمية الإجمالية المنتجة في المجازر المراقبة لم تتجاوث 300 ألف وتسعة وعشرين طن علماً أن خمسة مجازر فقط على المستوى الوطني حاصل على الاعتماد من طرف المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ترجمة نانسي قنقر